موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا النهاردة بتنطلق قمة المناخ في اسكتلندا في المملكة المتحدة وبيشارك فيها معظم زعماء دول العالم ومن لم يحضر بيحضر بشكل افتراضي زي روسيا والصين الرئيس عبد الفتاح السيسي بيمثل مصر والقرن الافريقية في هذه القمة قمة المناخ انطلقت النهاردة وقمة مجموعة العشرين انتهت أمس قمة مجموعة العشرين العشرين اقتصاد الأكبر في العالم أو عشرين دولة من أغنى أو أكبر اقتصادات أو ناتج محل إجمالي في العالم كانت منعقدة في إيطاليا في روما خلال اليومين الماضيين خليني أختصر مع حضراتكم أنه القمتين قمة مجموعة العشرين اللي بيسموها جي تونتي وقمة المناخ اللي انطلقت النهاردة بواقب ستة وعشرين اللي اتنين دول سبب ونتيجة البعض برضو قبل ما أخش في تفاصيل كتير بقول أنه الكرة الأرضية البشرية في مأزق الكرة الأرضية اللي بتجمعنا جميعا في مأزق هذا المأزق مأزق وجودي ما يجري على الكرة الأرضية من فعل الإنسان بات يهدد بقاء الكرة الأرضية بالوضع المتعارف عليه ربما بيهدد بقاء الكرة الأرضية نفسها أو بيهدد بفناء كل من عليها الموضوع مش موضوع خيال علمي ولا موضوع استشراف للمستقبل بعيد المدى الموضوع احنا بنعيشه دلوقتي وهو التغيرات المناخية الحادة اللي بتشهدها الكرة الأرضية على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض هو درجة الحرارة بدلوقتي احنا بنقول احنا والله ما عارفين احنا في الشتاء ولا في الصيف والله ده احنا الجو المفروض احنا دخلنا في شهر نوفمبر ومازال الواحد بيشعر بدرجة حرارة مرتفعة ونيجي في شهر واحد واثنين نلاقي درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير جدا في لخبطة مناخية موجودة لم تعد كما كانت من قبل ايه اللي بيحصل اللي بيحصل من فعل الإنسان الإنسان من بعد الثورة الصناعية وحتى الآن بيشتغل بينهك الطبيعة بينتهك الطبيعة بيستخرج الوقود الإحفوري سواء فحم ولا غاز ولا بيترول وبيبدأ يعمل صناعات ملوثة للبيئة زي أسمنت وحديد صلبه وفحمه ومناجمه وغيره هذه الصناعات ملوثة للبيئة بيخرج منها انبعاثات كربونية هذه الانبعاثات الكربونية بتؤدي إلى تسخين درجة الأرض بتؤدي إلى زيادة التلوث تؤدي إلى تآكل طبقات الأزون تؤدي إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تنفض إلى الأرض فتدمر ما بقى من الأرض لما درجة الحرارة ارتفعت من بعد الثورة الصناعية أو قبل الثورة الصناعية وحتى الآن زادت درجة حرارة الأرض ما يصل إلى أو ما يقترب من درجة ونص في المتوسط العام على مستوى الكرة الأرضية درجة حرارة الكرة الأرضية زادت درجة ونص مقاوية درجة ونص مقاوية أدوا إلى أن الجليد في القطب الشمالي وفي الأنهار الجليدية تذوب فلما دابت الثلوج والجلود وجبال الجلود الثلوج حصل إيه؟ حصل أنه كمية المياه ارتفعت في البحار والمحيطات ومن ثم زادت الأمطار في بعض المناطق وانخفضت وتسحرت في بعض المناطق الأخرى وبدأت المياه المالحة تضغى على المياه العزبة بدأت الأراضي تتسحر ومن ثم وجدنا أعصير شفنا الإعصار اللي بيعد في أمريكا بيدمر أمريكا بجلل تقدرها بكل قوتها بكل حضرتها بكل إمكانياتها بتجد أنه الإعصار بيجي يمسح مدن بأكملها شفناها وتابعناها صور كتير جدا 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 للإعصار الخطير اللي بيعد في اليابان ولا بيعد في عمان ولا بيعد في بريطانيا ولا لسه ألمانيا من أسبوعين كانت البيوت في ألمانيا والناس ماتت هذه الأعصير دي من فعل الطبيعة وكله بإيد ربنا لكن في مسببات علمية لهذا هو درجة حرارة الأرض اللي ارتفعت والنتاج اللي بقول لحضرتكو عليها ومن ثم حدث الأرض بتغلي الأرض عايزة تتنفس الأرض فيها في باطن الأرض وعلى سطح الأرض في انتهكات بشرية الأرض بتتنفس تعمل إيه اللي بيحصل زلزال في مكان، مركان في مكان، إعصار في مكان، حرائق في الغابات كل ده بيزيد من سخونة الغلاف الجوي وسخونة الأرض وبيسموها الغازات الدفيئة اللي بتكون كتل ملوثة للحياة طب الكلام اللي بقوله كلام أخلاقي ودعوات أخلاقية زي الصدق وزي الوفاء وزي الأمانة وزي الحب يعني لما نيجي نعمل دعوة أخلاقية نقول للناس كونوا أوفياء وكونوا متحبين وكونوا صادقين وكونوا أمناء وكونوا إلى آخرة لا 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 دي دعوات أخلاقية ممكن نتكلم فيها يعني حتى يوم القيامة لكن فكرة المناخ ما نقولش أنه عايزين نحافظ على المناخ والجماعة بتقول أحزاب يقولك أحزاب الخضر اللي هما الجماعة بيدوروا على الاقتصاد الأخضر وزراعة والبيئة النظيفة وأول ما نتكلم عن البيئة يقولك درجة بتاع بيئة وغير طب هو الكلام اللي احنا بنقوله هل ما زال في مربع الدعوات الأخلاقية الإجابة لا انتقلنا من مربع الدعوات الأخلاقية في قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيئي والتنوع البيولوجي إلى إيذاء مباشر لبني البشر إيه اللي حصل اللي حصل إنه المحاصيل الزراعية بازت تلفت من إيه؟ من الحرائق تلفت من إيه؟ من الأعصير تلفت من إيه؟ من ارتفاع درجة الحرارة تلفت من هذه الملوسات ومن ثم الإنتاج بقى قليل فالأسعار بدأت تبقى زيادة فكل دول العالم بدأت تستشعر إنه كله بيتحسس جيوبه الفلوس خلاص بدأت أحس هو الأسعار زادت ليه؟ هو لما الدكتور علم صلحي طلع من يومين قال الأسعار القمح زادت والزيت زاد وغيره وغيره الناس بسط على إنه قرار وزير وزيادة أسعار لكن إيه المسببات اللي فيها الوزير والأسعار والدولة ومصر وإفريقيا والعالم كله الكلام اللي بقوله إنه قضية التغيرات المناخية العالمية 1994 شهر مارس 23 مارس 1994 استشعر العالم إنه فيه كارثة من حوالي 29 سنة ولا 28 سنة فيه كارثة مناخية درجة حرارة الأرض بدأت ترتفع بدأت ترتفع درجة حرارة الأرض وتؤدي إلى فنانات زي ما احنا شايفين قدامنا ده واقع يا جماعة اللي قدامنا ده واقع ده حصل من إيه؟ ده حصل من أعصير ارتفاع المياه في المحيطات والبحار وأيضا عدم وجود حزام بيحفظ الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية بتؤدي إلى أعصير البحار بيت تتحرك الأرض عايزة تتنفس زي ما قلت والأرض عايزة تتنفس ده مش كلمة كنائية مش كناية أو مجاز أو استعارة أو تشبيه ده الأرض تتنفس بحق وتلاقي ده يطلع الحمام البركانية وكان الأرض بتقلل درجة سخونتها لأن درجة غليانة اللي حاصل ده كله نتيجة فعل الإنسان اللي حاصل ده كله اللي قدامنا ده نتيجة إنه الناس تعملت مع الإنبعاثات بنوع من الميوعة مش مهتم نتكلم لك تلوس البيئة يقول لك يعني ده أنت عايش في اللالالند عايش في الخيال أنت مش حاسس يعني أنت يا عم خلينا ناكل عيش أكل العيش والمناجم والمصانع الملوسة البيئة والكيمويات والكيميكالز وإلى آخره كل ده أدى في النهاية إلى إنه الغلاف الجو تدمر والأذن تدمر وحصل اللي احنا شايفين ده نتاك طبيعي لما قام به الإنسان على مدار السنوات الماضية طبعاً دلوقتي بدأوا يفتكوا ف94 الأمم المتحدة انتبهت بسرعة قالوا إيه في الأمم المتحدة قالوا إحنا كده في خطر وعلننا إن إحنا بسرعة بسرعة يكون عندنا معاهدة دولية معاهدة دولية علشان خاطر نبدأ نحط النقاط على الحروف ونبدأ نضبط البيئة ونضبط العمل المناخي حتى نقلل ونخفض من درجة حرارة الأرض طيب من 1850 أهو من 1850 خليني ده مهم جداً لما أتكلم أقرد ارفع درجة حرارة الأرض من 1850 مع قبل الثورة الصناعية أهو كان 2 من 10% ارتفاع درجة حرارة الأرض أهو 875 لغاية أما أوصل لـ 2025 إن شاء الله وليـ 2000 أهو إيه اللي بيحصل بقى دي درجة حرارة الأرض درجة متوسط العام لدرجة الحرارة بيزيد سنوياً في المتوسط 2 من 10% وإهو 2 من 10 4 من 10 6 من 10 8 من 10 بيزيد أقوله 1 أهو 1 ده سنة كام دلوقتي أعتقد أهو أهو يعني درجة الحرارة بتاعة الكرة الأرضية بتاعة الأرض بتزيد أهو قدامنا بتزيد أهو أهو وبيقولوا إنه الوضع العام غير مطمئن يعني هنوصل لو مشنا بنفس معدلات الزيادة من 1850 لـ 2025 لو مشنا بنفس الزيادة دي هترتفع درجة حرارة الكرة الأرضية 3.5 درجة مقاوية في أثناء هذا القرن قبل 2100 قبل سنة 2100 هيصل الارتفاعات 3.5 درجة مقاوية وده بيمثل كارثة على جميع المشتويات العالم ما يقدرش يتحمد يعني كلمة درجة ودرجتين يعني النهاردة درجة الحرارة 18 لو بكرة بقت 25 فيقول لي يا عم تزارة 7 ما حصلوش حاجة بقولك ده متوسط درجة الحرارة الكرة الأرضية كلها اللي فيها مينس أو سالب 70 في سيبيريا واللي فيها فوق الـ 50 في الكويت بخلت كله على بعضه ده اسم متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية بتزيد ما المفروض درجة الحرارة بقى سابتة لا بتزيد قدام حضراتكم اهو 2 من 10 4 من 10 6 من 10 كل ده أقل من 1 وصلنا 1 امتى اهو دلوقتي اهو وصلنا 1 درجة الحرارة تافعت 1 و 2 سنة 25 اهو 1 و 2 من 10 طب هما مجتمعين النهاردة بيعملوا ايه واجتمعوا قبل كده 25 اجتماع معلش الموضوع شكله غلص وشكله يعني مش جماهيري بس أرجو انه الناس تنتبه لانه بيأثر علينا جميعا على أكلنا وعلى شربنا وعلى تنفسنا وعلى صحتنا وعلى رئتنا وعلى حياتنا المناخ بات قضية زي ما نقولك الأمن الغذائي يقولك الأمن السبراني يقولك الإرهاب الهجرة غير الشرعية الأزمة الاقتصادية أنا أطلق من هنا مصطلح الأمن المناخي نضيف إلى الكوارث والأزمات الدولية قضية الأمن المناخي تحقيق الأمن المناخي للكرة الأرضية لا يمكن ان في دولة بمفردها تنجح في التعامل مع القضايا المناخية لأنه هي الكرة الأرضية كلنا بالتالي لابد ان كل الدول تشارك وتتشارك الشيء الوحيد اللي قدر يجمع كل دول العالم وزعماء العالم على مائدة واحدة هو المناخ لأنه المناخ بيمس الكرة الأرضية وكل سكانها بصرف النظر عن الأغنياء أو الفقراء اللي في الشمال أو اللي في الجنوب وبناء عليه مبارح خلصت قمة مجموعة العشرين اللي في روما العشرين دولة كبار اللي قرتلكوا عليهم مبارح أول مبارح اتكلموا على مجموعة ملفات كان من ضمن الملفات كورونا والتعامل معاها والجريمة الإلكترونية والحروب السيبرانية مكافحة الفساد والحوكمة والهجرة غير الشرعية والمناخ كان على جدول أعمال قمة العشرين ليه؟ لأنه الدول العشرين الكبرى بتساهم بـ 80% من اقتصاد العالم بتملك 80% من صراط العالم الدول الكبارة العشرين بس وكمان بيساهموا في تلويس المناخ وتلويس البيئة بما يصل إلى نفس النسبة تقريباً أو أقل قليلاً من 75% لـ 80% من الانبعاثات الكربونية في العالم بتساهم فيها الدول العشرين يعني الدول العشرين دول هم اللي بيستفيدوا من الاقتصاد العالمي بنسبة 80% وهم اللي بيلوسوا الكرة الأرضية بنسبة 75% أو 80% عشان ما تلغبتش نسبة وتناسب وعلاقة ترضية أكبر دولة في العالم ملووسة للبيئة أكبر دولة بتساهم بمصانعها اللي هو مصنع العالم بيسموه مصنع العالم لو الصين بيساهموا بكام يا مؤمن بيلووسوا البيئة بقد إيه بيطلعوا امبعاثات كربونية قد إيه سنجسود كربون وغازات وغيره 25% من الانبعاثات الكربونية في العالم كله 25% ربع الانبعاثات الكربونية في العالم بتشارك فيها أو بتتسبب فيها دولة واحدة هي الصين بنسبة كم في المية 25% حوالي كم يا ابراهيم حوالي 13 يمكن مليار طن 13 و 17 يمكن مليار طن أو أكتر الله احسبها يا ابراهيم يعني ربع الانبعاثات الكربونية في العالم بتحدثها الصين بعدها على طول الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا بعد الصين على طول بحوالي 13% يمكن وبعد أمريكا الاتحاد الأوروبي حوالي 8% بعدهم الهند حوالي 7% وبعدهم اليابان والمكسيكو جنوب أفريقيا وغير اهو ده الصين لا 28 25 دي 18 28% من الانبعاثات الكربونية في العالم أمريكا 15% والهند 6% وروسيا 5% واليابان 4% ألمانيا 2% وإيران مش دي إيران برضو 2% كندا 2% وسوس كوريا 2% دي والصناعية الكبرى والسعودية 2% منتجة البترول والنفط برازيل 1% المكسيكو 1% سوس أفريقا 1% ويونيتد المملكة المتحدة 1% أعتقد أكبر اندونيسيا 1% استريليا 1% إيطاليا 1% تركيا 1% فرنسا 1% بولند 1% بقيت دول العالم 21% دي المساهمة دول العالم في التلوز والحاصل قد بالك الصين وقد ده كل الحد عشان أكبر دولة صناعية أو بيسموها مصنع العالم بعدها أمريكا بعدها الهند والهند عالية دلوقتي وبعدها روسيا وغيره الدول دول هم العشرين الكبار هم العشرين الكبار اللي بيسهموا بـ 80% أو بيسيطروا على 80% من اقتصادات العالم هم الدول اللي عندهم تلوز بيصل لـ 75% من الانبعاثات الكربونية اللي في العالم اجتمعوا مبارح وتكلموا على المناخ ما عملوش حاجة قالوا احنا خايفين وقلقانين ومش مبسوطين وحياتنا مش هتنفع كده والكرة الأرضية مرضا بالخطر طب هنعمل ايه قالك احنا طلعين على جلاسكو في اسكوتلندا ونقعد ان شاء الله هناك نصل إلى حل الراجل ممثل الأمم المتحدة قال مبارح كده قال أغاد الروم قال تعبير خطير جديد أغاد الروم بأمال لم تتحقق أغاد الروم اللي قمت العشرين مبارح بأمال لم تتحقق وإن كانت لم تدفن بعد يعني لسه أنا برضو عندي شوية تفاؤل حذر متشائم بس مش قوي ده مين ده الأمين العام للأمم المتحدة أغادر روم بأمال لم تتحقق وإن كانت لم تدفن بعد النهاردة بوريس جونسون اللي هو رئيس الوزراء بريطانيا اللي هو الدولة الداعية أو المضيفة قال إذا فشل المؤتمر في جالاسكو اللي هو موجود النهاردة اللي بتكلم عنه النهاردة لو فشل فإن كل شيء سيفشل لو فشل مؤتمر جالاسكو النهاردة كل شيء سيفشل وأطفالنا هم اللي هيدفعوا التمن أطفالنا هم اللي هيشيلوا الشيلة أطفالنا هم اللي هيدفعوا الفاتورة مين اللي قال رئيس الزراء بريطانيا بوريس جونسون اللي بتشارك بلاده بواحد في المية من الإنبعاثات الكربونية في العالم أوروبا كلها بتشارك بنسبة 6-7-8% لكن الصين الغول البيئي والمناخ اللي بيأكل بيلتهم المناخ بيلتهم المناخ المناخ ده اللي كلنا شركاء فيه مش ملكي حد لذلك اجتمعوا قبل كده فيه قمة بريس للمناخ وقالوا إن الدول الغنية دي اللي هو مالعشين الكبار يدفعوا ما قمته 100 مليار دولار للدول الفقيرة عشان تبدأ توفق أوضاعها البيئية ونبدأ نحط فلاتر على المصانع ونبدأ نقل الصناعات الملوسة ونستبدلها بالصناعات خضراء والطاقة تبقى طاقة متجددة والكلام اللي انتوا عارفينه اللي احنا بنقوله كده نوع من المجاملات لهم ما دفعوا الميت مليار ولا الدول عدلت أوضاح لأن الدول فقيرة الموضوع كله فلوس لا تحدثني عن الأخلاقيات المناخية وأنا ما حدثني عن مصادر التمويل أي حديث دون الحديث عن مصادر التمويل فهي رطانة راغية يعني محدش هيستفيد منه الدول الكبار اكتمعوا قبل كده وقالوا ان احنا ندي للدول فقيرة ما تدوش للدول فقيرة فالدول فقيرة كما هي والمناخ درجة حرارة بتزيد الأزمة بتزيد الأزون بيزيد ثقب الأزون بيزيد الأزون يعني بيقل ودرجة الحرارة بترتفع والكل أرضية أصبحت مرتع لأمراض جديدة ما كناش نسمع عنها فيروسات جديدة ما كناش نسمع عنها ده نديدة ايه؟ التغيرات المناخية لحد ده خلقت أوبئة وأمراض لم تكن موجودة من قبل العالم في أزمة حقيقة الغابات اللي في الأمازون الغابات الأمازون اللي في الأمريكا الجنوبية عبارة عن رئة كبيرة للعالم بيتنفس بيها حد ركب طيارة معاها صحفي وبيلفه فوق قالك ده فيه عملية انتحار الكرة الأرضية بتنتحر البشرية بتنتحر تقطيع الأشجار والغابات والحرائق الموجودة بفعل فاعل أو بفعل الطبيعة بيتمثل قطع شرايين وتدمير رئة بتاعة العالم اللي بيحصل النهاردة منهك وبقول تاني الموضوع مش أخلاقي الموضوع لا بد أن يكون قانوني فكرة الحد من الانتشار الخاص بالأسلحة النووية وفكرة مواقفحة الهجرة غير الشرعية مواقفحة الهجرة غير الشرعية برضى على الأخلاقية الناس هو حد يهاجر بشكل غير شرعية اللي إذا كان مش تلاقي أكل هو حد يهاجر هجرة غير شرعية ويعرض نفسه للخطر اللي إذا كان البلد اللي وفيها مش عارف يعيش فيها ومتنيل بالتالي حتى الدول الكبرى بتقاوم وبتكافى اللي هجرة غير الشرعية عشان حياتها وموضوع السلاح النووي عشان التنافس اللي بينهم وموضوع حرب الكواكب والنجوم كل دي دعوات ممكن العالم يعيش بيها أصلا مش وجع مش مؤلم لكن أزمة المناخ دي لا تبقي ولا تذر دي لا تبقي ولا تذر دي خلاص يعني إيه ليس لها من دون الله كاشفة أزمة المناخ ليس لها من دون الله كاشفة بقول تاني لابد إن إحنا يكون عندنا وعي بما أسميه الآن الأمن المناخي العالمي اللي في خطر الأمن المناخي العالمي مهدد بيهدد بفناء البشرية اللي بيحصل يا جماعة الأمراض اللي اللي ظهرت واستحدثت والأوبئة اللي استحدثت دي نتيجة تغيرات في درجات الحرارة ارتفاعها تحديدا ارتفاع درجة الحرارة مع رطوبة عالية جدا مع جفاف مع تصحر مع قلة مياه عزبة مع تدمير الزراعات مع الجوع وكل ده بيؤدي إلى ما نراه طيب خليني أروح لي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المتواجدة في جلاسكو الآن دكتورة ياسمين مساء الخير طيب الخط فصل هنرجع تاني انتصب بالدكتورة ياسمين فؤاد لكن خليني أقول لحضراتكم أنا أستشعر القلق الشديد والخوف الشديد ولم يعد الحديث عن المناخ بمثابة دعوات أخلاقية كما قلت وكررت وبعيد ولن أملت تكرار ولم يعد الحديث عنها بمثابة رفاها من الرفاهات اللي احنا نتكلم عنها اجتماعية أو اقتصادية أو غيره ده مش نوع من الأخلاقيات يعني ده موضوع إما حياة أو موت المناخ بقى حياة أو موت البيئة بقت حياة أو موت التنوع البيولوجي حياة أو موت دكتورة ياسمين فؤاد مساء الخير يا فندم مساء النور أستاذ ناشا أزايك عامل إيه أهلا بك يا فندم يعني حدثيني عن هذا المؤتمر العالمي النسخة 26 واللي سبقها 25 نسخة من 94 وحتى الآن وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وما تبعها من عصير وحرائق وتدمير زراعات وتقليل المنتج من الغذاء وأزمة الغذاء في العالم ما يمكن أن يفعله العالم الآن المجتمع في جلاسكو إزاء هذه التهديدات اللي بتهدد البشرية جمعاء طبعا نحن النهاردة موجودين طبعا برئسات الرئيس في مؤتمر من أهم المؤتمرات اللي بتبص على الحياة على كوكب الأرض بسبب كارثة التغيرات المناخية يمكن نحن وقالنا سنتين ما اجتمعناش وجود هذا الاجتماع بكل القادة الموجودين النهاردة لبحث كيفية تنفيذ اتفاق باريس اللي هو اتكلم على مسؤوليات الدول المتقدمة مسؤوليات الدول النامية اتكلم على تخفيف والتكيف لأثار تغير المناخ والأهم من كده هو وجود بعض الموضوعات اللي محتاجة انها يتم حصمها في هذه القمة عشان نقدر ان احنا نبدأ عمليات التنفيذ ومن اهم هذه الموضوعات الموضوعات الخاصة بكيفية ان الوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها الخاصة بالتمويل ولكن بنعتقد ان ده من ضمن الموضوعات اللي هتكمل معنا للمؤتمر القادم ويمكن اللي بعده موضوعات الخاصة بعمليات الابلاع وكيفية ان تقوم الدول الكبرى اللي هي كسيفة التصدير للانبعاثات بالوفاء بالتزاماتها وتخفيض هذه الانبعاثات والاهتمام بموضوعات المسؤولية المشتركة متبينة الاعباء وهي ان الدول النمية اللي بتطلعش انبعاثات كتيرة من حقها انها تنعم بموضوعات التنمية هتخفض ولكن لما يتوفر لها التمويل ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات دكتور عسمين ربما الجمهور في مصر او خارج مصر لم يعني يلقي اهتمام كبير بقضاء المناخ لو قدرنا نحاول نختصر قضية المناخ ونقول للمواطن هي عبارة عن ايه ايه اللي بيحصل احنا مجتمعين ليه احنا خايفين ليه مجتمعين اه هقول لك مجتمعين لان الاختلاف الشديد والفجوة الكبيرة في درجات الحرارة من يوم للاخر بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الارض اللي هتؤدي الى كوارث زي ده وبان الجليد يعني عندنا كبال من الجليد موجودة في اماكن معينة في العالم لما الجليد ده هيدوب هيحصل هيبقى مية المية دي هتنزل فينا هتنزل في البحور البحور دي هيرتفع المنسوب بتاعها المدن والمناطق اللي بتطل شواطئها على هذه البحور هتبتدي انها تغرأ لما تغرأ سكانها هيتحقروا لما سكانها هيتحقروا يبقى مهند فيشكلة في الاجل وفي الشرب ارتفاع درجات الحرارة هيقدي الى ان محاصيل معينة كنا كلنا بنعيش عليها خاصة الدول الاكثر احتياجا ولا يعني اعتماد اقتصادها ولا اقتصاد متنوع هتبتدي ان هي تفقد هذه المحاصيل فبالتالي ممكن يحصل مجاعة فيبتدي في مشكلة امن خبائي على مستوى العالم دي كلها المشاكل اللي هي ابسط حاجة بقولها لدير بقى طبعا انتقال الامراض لان ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي الى انتشار الامراض وطرعة انتقالها والتحور بتاعها يعني انا عايز اقول قضية ارتفاع درجة حرارة الارض والكارثة بتاع التغير المناخ بتخبط كل مناحي التنمية اللي اي دولة بتقدر ان هي تعملها وبتؤثر بصورة مباشرة على تضاهو النوعية حياة المواطنة فبالتالي كلنا لازم على مستوى القادة او القادة الوزرة المواطن العادي المفاوضين الفنيين اللي بيشتغلوا في التنمية كل واحد لازم يبتدي يبذل جهد اكتر عشان نقدر ان احنا نساعد على عدم ارتفاع درجة حرارة الارض طيب دكتورة راسمين يعني حدثيني عن مشاركة مصر في نسخة 26 برئاس سيد الرئيس والقاءه كلمة ويعني لقاءاتك انت على مستوى يعني على المستوى الفني مع ابطل العالم المناخي وتحركات مصر شكل المشاركة ايه احنا طبعا سياسة كلمة سيد سيد الرئيس النهاردة ركزت على المشروعات القومية اللي مصر قامت بيها للتفاضي الى اثار تغير من سواء التخفيف او التكيف زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة النقل التبطين الترا الجزء اللي خاص بيه المياه المعالجة من مصرف بحر البقر على سبيل المثال وما الى اخر وكلها خطط طموحة الرئيس النهاردة اعلن رقمين مهمين جدا الحقيقة الرقم الاول هو وصلتنا بمشروعات الخضراء بـ 25% من الموازنة بتاعة الحكومة هتكون مشروعات خضراء 100% بتبتدي ان هي تبقى بـ 20-30 مشروعات خضراء يعني ايه كلام ده بس انا عايزة اوضحه يعني التمويل اللي بيطلع من الحكومة هيبتدي ان هو يبقى فيه مشروعات خضراء اكتر من اللي كان موجود قبل كده بمعنى كده ان البيئة موجودة في قلب عمليات التنمية وهتبتدي تاخد الموضوع ده بطريقة اكتر جدية من الاول بدليل ان احنا هنبقى معظم مشروعاتنا بـ 20-30 تبقى مشروعات خضراء وبالتالي بتراعي اللعبعاد الخاصة بتغير المناخ الحاجة التانية ان احنا على هامش طبعا كلمة سيادة الرئيس ومقابلاته احنا لدينا لأول مرة جناح مصري في المؤتمر النهاردة هذا الجناح بيتعرض فيه تلات حاجات مهمة جدا بيتعرض فيه فيلم على تغير المناخ واستضافة مصر للقبل 27 القادم في شرم الشيخ وامكانيات مصر وماذا يوجد في شرم الشيخ وإيه اللي نقدر ان احنا نعمله فيه كتيب على ماذا نهدف من الاستضافة وماذا نستطيع ان نقوم به لدعم القارة الافريقية للتحدث بصوت واحد وكيفية رؤيتنا للاجيال القادمة فيما يخص أو الفعل في تغير المناخ والجزء التالت هو مشروعاتنا القومية سواء في مجال التخفيف أو في مجال التكيف بتتعرض برضو النهاردة بعد القاء السياسة الرئيس الكلمة بتاعته موجودة في كتايم موجودة على الشاشات بتتعرض الناس الحقيقة مبسوطة جدا من زملائي مزراء البيئة اللي رايحين جايين على الجناح المصري قاعدين فيه بيتكلموا بيبصوا على الحاجات اللي احنا مطلعينها مشروعاتنا الجو نفسه مع أول يوم لهذا المؤتمر اللي هيستمر على فكرة أستاذ نشأة لغاية يوم 13 نوفمبر هو جو تحس الناس كلها كده متحمسة انت فاهم ان المؤتمر اللي جاي هيبقى في مصر وانهم عايزين يساعدوا وعايزين يحسين ان بلدهم التانية كان لسه معايا وزير البيئة الاردني قابليها كان معايا النهاردة الصبح الامارات وزيرة البيئة في الامارات لان هما الامارات هتستضيف المؤتمر بعدنا اللي هو قبل 28 فبنشوف ازاي نقدر ان احنا نشتغل مع بعض الصبح كان عندي المسؤول من الجانب الانجليزي على رفع التموح في القطاع الخاص والمجتمع المدني كنا بنناقش مصر ازاي مصر هتتولى الرئاسة الحقيقة فيه زخم كبير وامل كبير وطموحات كبيرة لمصر مؤتمر التنوع البيئولوجي برغم صغر مؤتمر التنوع البيئولوجي مقارنة مؤتمر المناخ لكن هناك حماس شديد ان مصر هتتولى هذه الرئاسة دكتور عاسمين يعني قبل ما اشكر حضرتك يعني الموضوع وطريقة تنولك لي استضافة مصر القمة القادمة رغم 27 شرم الشيخ بيحتم علينا ان احنا ننتبه وايضا بيؤكد ان احنا عندنا دور دور الاعلام ايه في الاستعداد من الان للنسخة القادمة 27 اقولك ايه دور الاعلام وستاذ ناشاء ان انت يعني بجد طرحت هذا الطرح الهم جدا انا بأعتقد ان مع همية مصر والدور اللي بتلعبه دوليا ويمكن انت لمسته معي في اكتر من لقاء واكتر من حاجة في خلال الفترات اللي فاتت خاصة ان ملث البيئة دب فيه التزامات دولية بتؤثر على مصرق الوطني اعتقد ان الاعلام يجب ان ينتهي ان هذا المؤتمر هيبقى عندنا لرفع وعي المواطنين باهمية موضوعات البيئة وتغير من برغم ان احنا عملنا مبادرة رئاسية زي تفضل للاخضر وعملنا مبادرة اخرى للاكو ايجر المحنينيات وعملنا حاجة تالت على تدوير المخلفات الالكترونية لكن مثلا هناك محدودية في الوعي لدى المواطن باهمية البيئة وتأثيرها على خياته ونوعيته وشؤله وصحته اعتقد وجود هذا المؤتمر عندنا وان العالم كله هيبقى بصصلك لمدة سنة بدءا من 12 نوفمبر 2021 لغاية نوفمبر 2022 كل الاضواء هتبقى متفلطة عليك اعتقد ان الاعلام المصري لديه دور مهم جدا وهو انتهاز هذه الفلصة وهذا الفخم اللي هيحدث في رفع وعي المواطنين بايه الممارسات الجيدة عشان نطلع مستفيذين من استضافتنا لهذا المؤتمر وليس استفادة سياسية او فنية فقط ولكن على المستوى الوطني للاجيال القادمة انا بشكوري جدا دكتور عاسمين فؤاد وزيرة البيئة المتواجدة الان في جالاسكو في اسكوتلندا لحضور قمة المناخ رقم 26 وزي ما الوزيرة قالت انه احنا العالم في ازمة العالم في مأزق في دراجة الحرارة بيؤثر على الجميع وعلى حياة الناس ان شاء الله السنة القادمة العام القادم هيتم تنظيم هذه القمة في شرم الشيخ وده بيستتبع مسئوليات علينا جميعا سواء في الاعلام ولا في منظمات المجتمع المدني ولا في الاحزاب السياسية والمهتمين بالمناخ والابطال المناخيين يلا نبدأ من دلوقتي نتحرك ودعوة لكل من يرى في نفسه القدرة او المخدرة او الرغبة في انه يساهم في تطبيق ثقافة خضراء خلينا نقول احنا في امس الحاجة الى الثقافة الخضراء خلينا نقول انه الامن البيئي والامن المناخي في خطر وعلاج الامن المناخي هو الثقافة الخضراء زي التمويل الاخضر انا بطرح برضو مبادرة من هنا من هذا المنبر المطادع بقول نحن في امس الحاجة الى الثقافة الخضراء الثقافة الخضراء اللي بتعلي من قيمة الشأن المناخي والتنوع البيولوجي والتنوع البيئي وفهم الناس للمفاهيم والقيود البيئية احنا ممكن انا واحد من الناس برتكب جريمة دلوقتي بيئية وانا قاعد معاكم الورق اللي قدامي ده عبارة عن جريمة الورق اللي قدامي ده عبارة كل يوم ورق 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 هذا الورق احنا قلنا قبل كده انه كل طن ورق بيمثل بيمثل تقريبا 17 شجرة تقطعوا من الغابة 17 شجرة بمثابة شجر بيطلع اكسوجين وبيسحب امبعاثات سانيكسيديكربون لانه الورق اللي بيتصنع من اللب واللحاق بتاع الشجر بقول انه كل طن بيكلف البيئة 17 شجرة فانا من ساعة ما اشتغلت هنا في البرنامج انا تسببت فيه ارتكاب جريمة قطع كم شجرة لما روح انا اشتري الم الراجل يديني الالم فيه مغلف وبعدين يلفهولي فيه ورق وبعدين يديني مش عارف ايه النهاردة كنت باخد بعمل كشف ندارة فالرجل يديني النضارة وحطها لي فيه جراب وجاب الجراب يحطه فيه وقلت له لا مش عايز كده يعني قال لي تلو ما انا هاخدها منك خرميها برا يبقى احنا ما استفدناش حاجة اصلا فبالتالي برا دلوقتي يديك الحاجة يقولك انت عايز كيس كيس ورق كمان حاجات بسيطة دولة زي رواندا في القرى الافريقية ما عادش بيستخدموا الاكياس البلاستيك لان الاكياس البلاستيك بتقعد في البيئة لا تتحلل الاكياس الورق هي بتتحلل فانا بقول انه فيه حاجات كتير في البيئة زي القمامة وزي المخلفات ومخلفات الصلبة احنا بنحاول الدولة على مستوى قمة الدولة زي ما بتقوله الدكتورة ياسمين عايزين نغير كل مشروعاتنا تبقى طبقا للمدونة الخضراء عايزين نعمل مدونة سلوك خضراء عايزين نبدأ نعمل كتابة ثقافة الخضراء عايزين نبدأ نفكر بشكل تفكير اغضر تفكير بيئي تفكير فيه وانت كل ما تاخد قرار او كل ما تتحرك اعرف تأثير قرارك وتحركك على البيئة وعلى المناخ وعلى التنوع البيولوجي احنا انا بستشعر هذا ان احنا في مأزق بقول تاني الجماعة الجماعة بتقع بتقع الحقوق الانسان هل عندهم وانا بسأل والله بمنتهى الصدق يعني مش باسخر هل عندهم فرع اسمه حقوق الانسان البيئية انا معرف انبارح كان عندنا ندوة في المشهد وبنتكلم عن حول الانسان وغيره ومن ضمن الحاجات انا بسأل دلوقتي بقول هل حق الانسان فيه انه هو يعيش في بيئة نظيف حق الانسان انه يتنفس حق الانسان انه مبقاش في احتباس حراري حق الانسان فيه انخفاض الانبعاثات الكربونية حق الانسان في المعادلة صفر كربون هل هناك جماعات او جمعيات او منظمات بتقف خلف البيئة لمساعدتها على الوقوف مرة اخرى بهذا الشكل ولا احنا بنتكلمه خلاص احنا عايزين نتغير عايزين خلال السنة القادمة من دلوقتي لشهر اكتوبر والنوفمبر اللي جاي ان شاء الله يكون عندنا ثقافة واسعة من الثقافة الخضرة وانا بقدر ما ما استطيع وانا بقول ابراهيم وزميلي عايزين خلال الفترة القادمة نهتم بقضايا البيئية قضايا المناخ ويكون يعني خلينا نعمل فقرة عندنا يعني فقرة خضراء من جهز التعبير او الفقرة الخضراء او عايزين نقول بالورة والقلم دايب بقى برنامج اخضر انا معرفش ازاي بس انا بقول انا مؤمن بفكرة المناخ والاثار السلبية على المناخ والبيئة والاثار السلبية على البيئة فمن ثم هل يمكن يا ابراهيم ان احنا نحاول برنامجنا الى برنامج تلفزيوني اخضر هل يمكن ان احنا نشتغل من غير ورق ده اول حاجة يعني اول تحدي على الاقل هل يمكن ان احنا من غير ملوسات هل يمكن ان يكون في عندنا قضايا خاصة بالبيئة كل يوم رقم هل يمكن عندنا يكون عندنا عداد لدرجة الحرارة هل يمكن نحن نكون واحة لما أسميه الثقافة الخضراء والوعي الأخضر والفكر الأخضر والفقه الأخضر والتفكير الأخضر يلا نفكر مع بعض في هذا الإطار لأنه الموضوع بيمس الجميع الأوبئة والأمراض اللي احنا بنشوفها لم تكن موجودة من قبل ليه؟ لأنه العالم تغير عندك برين فيديوهات طب هاتوا يلا شغالي إبراهيم طب يلا شغالي يلا ده إحنا التلوقف فرنسا 340 ألمانيا 254 إنجلترا فين؟ آه آه أهو إنجلترا كانت 3693 طن ده في الأول ملوسات أهو ده ده في أول 1950 1950 قبل معبدات الثورة الصناعية قبل الثورة الصناعية كمان وبعدها فرنسا طبعا كانت بريطانيا بتقوم مقام الصين دلوقتي أو أمريكا دلوقتي وبعدين فرنسا دهما فرنسا كانت وراء بريطانيا على طول وألمانيا أمريكا كانت لسا في بدايات تكوينها أهو وبعدين مش شايف يا وليد ده إيه؟ بلجيكا يمكن وإلى آخره يعني لكن الدول زي ما انت شايفين أهو أهو شوف التحرك بص خليك معايا كده بص حدرك تابع ده بتتحرك بشكل مريع شوف التغيير اللي هيحصل أمريكا هتصعد فوق إزاي؟ وبعدين الصين هتصعد إزاي؟ شايفين أهو شايفين أهو أمريكا بدأت تطلع ألمانيا بدأت تطلع فرنسا بدأت تطلع أهو قدام حضراتكم شايفين دي كل دي انبعاثات بتزيد انبعاثات بتزيد شايفين تغيير أهو دخلين على 4000 أمريكا دخل على 4000 أهو 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 وعندي تحت فرنسا ألمانيا طلعت أهي أمريكا 5000 وشوية بلجيك أهي أهو بولندا أهو الدول بتطلع الدول بتطلع أهي كل ما بيقى فيه تقدم صناعي أهو أهو 1900 بص ده 1903 أنا شغال من إم تاخد بالك من قبل من 1700 أهو شغال دلوقتي 1908 وتسعة وعشرة كله بتغير بص أيوة أمريكا طلعت فوق أهي 1913 أمريكا طلعت فوق أهي برتانيا بتتراجع أهو أمريكا طلعت خلاص أهي 1920 21 22 أهو ده رائع جدا الشغل ده رائع جدا جدا بيعكس التغير الدراماتيكي اللي حاصل أهو أهو شايفين أهو 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 شايف هنا اللي بيحصل بقى بسرعة في تغير حاصل فرنسا أهي وده ده لتحاد سوفيت اللي هو روسيا دلوقتي أهو بدأ يطلع بعد ده بعد الحرب العامية التانية أهو بدأ ما فيه لتحاد سوفيت أهو أهو فرنسا نزلت تحت وفي تغيرات الصين بدأت خد بالك بقى من الصين خد بالك ركز في الأحمر ده الصين أهو الصين شغال لسنة كاما إحنا دلوقتي تلاتة وسبعين أربعة وسبعين أهو أهو الصين بدأت تطلع خد بالك اليابان بدأت تطلع الجنوب شرق أسيا بدأت تحرك الصين بتجري فوق الصين بتتحرك لفوق أهو خد بالك اللي بيحصل دلوقتي أمريكا ما زالت هي المسيطرة التحاد السوفيتي بيزيد أهو ورا ألمانيا وقفة مكانها مين اللي بيتمدد الصين بتتمدد هتطلع دلوقتي تحل مكان بريطاني أهو طلعت درجة ثانية أهو طلعت بسرعة بقت هي رقم ثلاثة على مستوى العالم بتزيد هتطلع دلوقتي هتوقع روسيا هتبقى رقم اتنين الصين دلوقتي حالا اليابان وراها والهند بدأت تطلع هي كمان كل دول جنوب شرق أسيا أهو طلعت الصين وصلت بقت رقم اتنين شغالة بسرعة الصاروخ ده احنا في 2018 24 سنين اللي حصل دلوقتي انه الصين بتستحوز دلوقتي 25% من انبعاثات العالم بقت رقم واحد لكن ده اللي بيحصل مساهمة كل دولة منذ 1970 1750 وحتى 2018 في الانبعاثات الكربونية اللي الكرة الأرضية بتئن منها الآن كل واحد ساهم في الحصالة الخراب بكام كل واحد ساهم في حصالة الضمار بكام أمريكا ساهمت اهو قدام حضراتكم ب397 مليون طن اهو حتى انبعاثات والصين بعدها 213 وبعدهم روسيا دلوقتي وبعدين الى آخره لغاية 2018 دي الانبعاثات حتى الآن بقول الانبعاثات بيحسبوها بالجيجا طن الجيجا طن اللي هو بليون طن اللي هو مليار طن العالم فيه حوالي 39 قول 40 مليار طن اه اه انبعاثات كربونية او مخلفات كربونية بيستطيع ان هو يمتص منهم بس 9 ونص والباقي فجوة العالم عايز يوصل لصفر كربون يعني نعمل تعادل الانبعاثات اللي بتطلع من المصانع نقدر يكون عندنا رئة تمتصها زي احنا الشهيخ والزفير كمية الاكسجين اللي طالع اللي دخلها وسان اكسجين الكربون اللي طالع موت الساويين هو الكرة الارضية زي جسم الانسان عايزين نطلع دخان ونطلع مش عارف ايه ونطلع ميتان ونطلع ونطلع اللي هي الانبعاثات الكربونية يكون عندنا اشجار وبحار ومحيطات وانهار تمتص ما نبعثه من خلال مصانع لو وصلنا لهذه المعادلة الصفرية يعني يبقى صفر ما مفيش في الكون تلوث روسيا رسا من كم يوم في اسبوع الطاقة بوتين قال في سنة ستين الصين قالت هنوصل في سنة اربعين ولا في خمسين امريكا قالت كذا لكن ده كلها كلام سياسي ده كلام سياسي لا يرقى الى انه يكون التزام علمي وقانوني ودولي تحت مظلة دولية خليني بس اكمل مع حضراتكم يبقى احنا اتكلمنا على كلام بورس جونسون لخايف ودرجة الحرارة وان العالم عايز بيهدف الى الوصول الى درجة ونص ما تزيدش لانه هيبقى فيه خراب تبير جدا قالك الاهداف تخفيض مبعثات الغازات الكربونية وزيادة انتاج الطاقة المتجددة حفاظها لارتفاع درجة حرارة اقل من اتنين اقل من واحد ونص ومساعدة البلاد الفقيرة ده اهداف هذه القمة طيب فيه مشكلة كمان من ارتفاع درجة حرارة اللي بيقدى الى زومان الجليد الى ارتفاع المياه الدول الجزرية اللي هو الجزر يعني الصغيرة جزر البهامة وجزر الملضيف وجزر قبرص والليابن عبارة عن جزيرة واليوناء الدول الجزرية دي او الجزرية دي مهددة بالزوال لو المياه زادت في البحر والمحيطات كل الجزر دي هتضيع فعملين تحالف الدول الجزرية قالك لابد ان يكون فيه تمويل حقيقي لموجهة الازمة المناخية لانه الدول دي مش تبقى موجودة الدول اللي هي الجزر دي هتضيع مش هيبقى فيه جزر لا في محيطات ولا في بحار لانه المياه هترتفع فبالتالي اليابسة هتضيع هتتلاشى هتتآكل فالجماعة التحالف الدول الجزرية قالوا المطالبات العمل على ضبط منظومة المناخ ليس عملا خيريا يحتاج الى دعوات اخلاقية وانما ده اجراءات قانونية يجب ان تكون ملزمة للجميع ده الكلام اللي انا بقوله من شوية طبعا الجماعة بتوع منتج البترول زعلنين لانه ده بيؤثر على انتاجهم لانه فكرة الحد من انتاج البترول والحد من انتاج الغاز والحد من انتاج الفحم بيزع على الدول اللي بتنتج سواء الدول اوبك او اوبك بلاس او استراليا اللي بتنتج الفحم كل ده زعلنين طبعا وبيحاولوا يبقى فيه صراع ما بين او قوة تطاحن ما بين الدول المنتجة للملوسات او الدول الصناعية الكبرى زي الصين وامريكا وغيره والدول اللي بكلم مع المناخ لكن للأسف الشديد ما اراه محبط انه متخذ القرار اللي عنده فلوس اللي عنده القوة السياسية القوة عسكريا اللي مسلطر على مجلس الامن اللي مسلطر على العالم هو اللي بيلووس وهو اللي قاعد دلوقتي يقول عايزين نقلل طب هو مين اللي هيقلل يعني مين اللي هيقلل المبعثات الدول الافريقية الغلابة اللي مش تقين ولا الدول يعني مين اللي هيقلل الدول الفقيرة اللي معندهمش لا صناعات ولا صناعه ولا سهمه قاعدين بالشجر بتاعهم بالغابات بتاعتهم بالطبيعة بتاعتهم ما زالت بكر حتى الآن يعني هم رئة العالم بيتنفس من خلالها لأنه بيطلعوا هم بيمتصوا الغازات وبييمتصوا هذه الملوثات بتاعت البيئة الانبعاثات الكربونية مين بياخد قرار ومين بيواجه مين هي دي الاشكالية ان العالم الآن امامه افترق طرق اما ان يكون واضحا مع نفسه واما ان يكون بيضحك على نفسه النهاردة الرئيس عبد الفتاح سيزي يتكلم في القمة كلمة كانت واضحة بيغلب عليها الطابع الاممي مش الطابع المحلي لأن الرئيس في هذه القمة بيتحدث وفي ذهنه انه بينظم القمة القادمة 27 في مصر ممثلا للمنطقة والقرار الافريقية فورئيس فعلا قبل كده في اكتر من مناسبة اممية كان بيتكلم دايما عن انه القرار الافريقية مهضوم حقها دوليا في مسألة المناخ والمفروض الدول دي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتساهم مساهمات مادية حقيقية للدول الافريقية الرئيس عرض في كلماته تجربة مصر في التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر وزي ما الوزيرة قالت انه الخطة ان احنا وصلنا ال 50% من المشروعات الحكومية خضراء ان شاء الله نوصل الى 100% خلال الفترة القادمة 20-30 زي ما قالت الوزيرة تعليقا على كلمة السيد الرئيس والتعاون الدولي الحقيقي في تقليل الانبعاثات لانه خطر بيحضق بالجميع ويستكلم فعلا على انه ده نداء اخير ده نداء اخير والناس بتستشعر الخطر الشديد جدا في هذا التوقيت واحنا شايفين اهو اللي بيحصل دلوقتي قدامنا من اعصير ومن بركين ومن زلازل الرئيس النهاردة بيقول انه قضية المناخ باتت تؤثر علينا جميعا خلاص وقال ان مصر اتخذت خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضرة المموالة حكوميا من 50% سنة 25 ل100% سنة 30 وده رقم مهم جدا تكلم الرئيس على النقل النظيف وتكلم على المدن الزاكية وتكلم على استخدامات المياه وتكلم على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وطالب انه الدول الكبرى توفي بالتزاماتها الميت مليار لصالح الدول الاقل نموا لمواجهة القضايا المناخية طبعا قمة جلاسكو اقدر اسميها قمة النداء الاخير وكان مجلة تايم خلال اليومين اللي فاتوا عملت غلاف عبقري راه من افضل الاغلفة ومن افضل المنشتات وقالوا last call ده النداء الاخير ده النداء الاخير انقذوا الكرة الارضية انقذوا الكرة الارضية انقذوا انفسكم مش دعوة اخلاقية برضو مش بقول لكم انها بيخليك جميل وكده وما تجذبش وخليك صادق لا لا الموضوع عيش عشان تعيش حافظ على بقاءك بالاهتمام بالبيئة ولا تكون مساعدا على زيادة الامبعاثات الكربونية احنا بقول انه تغيير انماط حياتنا سواء في الملوسات والعادات السيئة وغيره على مستوى الستة سمعة مليار كل واحد عليه دور ومحدش يحقر من دوره ومحدش يقول انا هعمل ايه في ظل ازمة عالمية الصين بتنتج مصانعها بكل اللي فيها وامريكا وبريطانيا الناس دي بلقت تستشعر الخطر الشديد هم كان بلقتوا يستشعروا الخطر زي النهاردة ما بوريس جونسون بيقول يعني ازا كنا فشلنا في كل حاجة قبل كده كعالم يعني حد من اسلاحة نوية والحروب الشاملة والحروب العالمية فالعالم فشل بيقول نجحنا ان احنا نقعد على الاقل خايفين مع بعض على الاقل احنا عدين خايفين مع بعض بقولتاني ان فيه 25 قمة سبقت جلاسكو انا في تقديري فشلوا كلهم ليه؟ لان درجة حارة الارض ارتفعت رغم كل ما قيل ورغم كل ما تم عمل ورغم كل الكلام والمخاف والتحذيرات الا انه ما زال درجة الحرارة بترتفع زي ما وردكو فيه الرسم البياني وصلنا الى انه درجة الحرارة خلال الفين واقوميا ان شاء الله ربنا يعني يسطر توصل ليه تلاتة ونص درجة مقوي ادي غلاف الطايم لاست كول الناس الزعماء هم ادي ملكة بريطانيا وراها رئيس وزراء الهند والرئيس ترامب الفكرة كلها ان دول يا جماعة انتوا في خاطر اهو قاعدين كده مترقبين هل يساهم زعماء العالم دول في هذا التوقيت في الخروج من النفق المسلم خروج من الدقاءة الخبيثة ده الكلام اللي لقيته المجلة باختصار هاجة رائعة لست كول نداء اخير وهو فعلا نداء اخير خليني اروح بسرعة الى لقاءات السيد الرئيس النهاردة في ومبارح في بريطانيا في اهو الرئيس التقى مع المستشارة الالمانية انجلا ميركل وهي تقريبا ده يعتبر اخر لقاء ليها لانه لقاء الوداع لانه خلاص هيبقى فيه مستشار الماني جديد وفقا لنتائج الانتخابات الماضية اتقابل ايضا مع مجموعة من زعماء العالم في لقاءات كانت رئيس وزراء بريطانيا بورس يونسون وكان فيه لقاء موسع بينهم اتكلم عنه السفير بس سمراضي انه على علاقات مجمع العلاقات بين البلدين وايضا التعاون في المجال الاقتصادي والاسماري والامني والاستخباراتي ده كان لقاء مهم جدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المضيفة بريطانيا بورس يونسون اعتقد انه بورس يونسون بتربطه علاقات وطيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي ايضا لقاء الرئيس مع تميم الشيخ تميم بن حمد مير قطر مشارك في هذه القمة وقطر من الدول المنتجة للغاز من اكبر الدول منتجة للغاز في العالم من ثم بنصيب المواطن في قطر من الانبعثات عالي جدا من اعلى الدول العالم نظر لانه منتجة للغاز وعندهم يعني اهتمام بقضايا البيئة خلال هذه المرحلة ايضا التقى السيد الرئيس مع الرئيس الارميني سيركيسيان في لقاء ينم عن علاقات وطيضة بين مصر وبين ارمينيا على مر التاريخ ووقوف مصر مع ارمينيا في معظم قضاياها الدولية خلال المرحلة الماضية الرئيس النهاردة برضو التقى مع رئيس الكنغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي تكلمه عن علاقات ثنائية وتكلمه كمان عن قضية صد النهضة وضرورة الوصول إلى حل قانوني وملزم فيما يخص صد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان اتكلم ايضا مع رئيس المفاوضية الاوروبية والعلاقات المصرية مع دول الاتحاد الاوروبي علاقات يعني بتصل إلى درجة الدفع في هذه الاثناء ايضا التقى مع محمد اشتايا رئيس وزراء في سلطة الفلسطينية وطبعا يعني مش هنتكلم عن فلسطين بالنسبة للمصر تبكون ايه كل الاوضاع وفي كل المناسبات ده برضو لقاء من اللقاءات اللي كان ايضا نلتقى مع عبد الحميد اتبيبة اللي هو رئيس الوزراء الليبي وطبعا مصر كانت من الدول الراعية للحكومة الانتقالية والمشهد الليبي برمته بندعو إلى اجراء الانتخابات ان شاء الله في الشهر القادم يوم 24 ديسمبر اعتقد هذا اللقاء على هامش قمة جلاسكو له مغزة ان احنا مع الفلسطينيين ومع الليبيين بشكل يمثل بعد من ابعاد الامن القومي المصري ايضا التقى السيد الرئيس مع رئيس الوزراء الهولندي وهولندا من الدول المتقدمة في الزراع ومتقدمة في الامتاج الحيواني ومتقدمة في هذه الصناعات خاصة بالزراع ومشابه الرئيس تتكلم مع رئيس الوزراء الهولندي على كيف يمكن ان ندفع العلاقات بين الجانبين الى افاق رحبة بتؤدي في النهاية الى الافادة للطرفين عندهم خبرات عريضة في بعض المجالات عندنا خبرات عريضة في بعض المجالات يجب ان يكون هناك تفاهم ويكون هناك تعاون بين مصر وبين هولندا اعتقد برضو دي من اللقاءات المهمة اللي الرئيس النهاردة اعتقدها في جلاسكو ايضا التقى الرئيس في لقاء موسع مع المستشار النمساوي الجديد والعلاقات المصرية النمساوية علاقات يعني راسخة والنمسا كانت من الدول التي وقفت بجوار مصر خلال فترات 2012 و11 وكذا كانت يعني من الدول التي وقفت بجوار مصر في حربها ضد الارهاب هناك تفاهم مصري نمساو ووضع على جميع المستويات واعتقد يعني كان فيه زيارات متبادلة بين مصر وبين النمسا خلال السنوات القليلة الماضية ادت الى تعميق هذه العلاقات بين الجانبين ايضا التقى السيد الرئيس على هامش جلاسكو مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وطبعا لبنان احنا بنقف مع لبنان والشعب اللبناني في هذه المحنة التاريخية الطاحنة ان شاء الله زي ما قالوا من سترق الملة مبارح ان شاء الله يصل الغاز لمصر لبناني نهاية هذا العام ان شاء الله بإذن الله الرئيس بيلتقي مع نجيب مقاتي بيطمن وبيطمن رئيس وزراء اللبناني احنا بنقف مع الشعب اللبناني في هذه المحنة ايضا التقى السيد الرئيس مع الشيخ صباح الخالد صباح الخالد رئيس وزراء الكويت الشقيق ويعني الكويت لها مواقف نبيلة مع مصر خلال فترات سابقة وايضا التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة مع كل الزعماء على مستوى لقاءات ثنائية او لقاءات يعني موسعة طبعا الجلسات مستمرة الجلسات النقشية مستمرة ما يتم من لقاءات تالية سنوفيكم بها اول بقى خليني نطلع فاصل ثم نعود نواصل ما تبقى من حلقة الليل موسيقى 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 اهلا بحضراتكم من جديد يوم 29 اكتوبر من كم يوم نشرت صحيفة الجارديان البريطانية موضوع خطير الحقيقة ما ينفعش اتجاهله اريته لكن الموضوع لازم اقوله حتى لو كان فيه مبالغة او فيه شيء مزعج لكن الحقيقة بيسير في نفس المصار اللي المتكلم فيه على قضية المناخ بيقول انه لا حياة في نهاية القرن بالشرق الاوسط بسبب المناخ الجارديان في تقرير بيقولوا ان منطقة الشرق الاوسط من المناطق التي قد يكون الحياة فيها قد تكون الحياة فيها مستحيلة في عام 2100 يعني في نهاية هذا القرن ليه؟ بيقول بيضرب مثلا بيقولك درب الاعصار شمال عمان اللي هو اعصار شهين وده اول اعصار استوائي يصل الى اقصى الغرب في الخليج بيقول كمان في جنوب العراق هذا الصيف ادت ضغط على الشبكة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية الانقطاع التارك كهربائي المستمر حيث يقول السكان سيراتهم للحفاظ على البرودة بيقول حطمت الكويت الرقم القياسي للحرارة لاشهر يوم على الاطلاق في عام 2016 عند 53 درجة حرارة وستة من عشرة وده كان معدل دورانها لمدة عشرة ايام هذا الصيف بيقول شديد الحرارة بنفس الدرجة الحرارة يعني بيقول حاجة صعبة جدا بيقول في طهران في ايران يقتل تلوث الهواء 4000 شخص كل عام بينما في مقاطعة خزستان الجنوبية الغربية قام المواطنون بإغلاق الطرق وأحراق الإطارات احتجاجا على الجفاف الناجم عن مزيج من سوء الإدارة والعقوبات الغربية والحرارة القاتلة في الإمارات العربية المتحدة تشير التقديرات إلى أن أزمة المناخ تكلف 6 مليارات جنيس ترليني سنويا بسبب ارتفاع التكليف الصحية زادت ملوحة الخليج النتيجة عن تكاثر محطات تحليط المياه بنسبة 20% مع كل التأثيرات المحتملة على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بيقول تزداد درجة حرارة الشرق الأوسط ضعف معدل بقية العالم بحلول نهاية القرن فقد تكون المنطقة صالحة للسكن مما يجعل مثلا هو بيقول في التقرير الحج في الصيف بمثابة يعني شيء مستحيل بيقول سوف تشبه مساحات شاسعة من الشرق الأوسط الصحراء في منطقة عفار الإتيوبية وهي مساحة شاسعة لا توجد فيها حياة بيقول يمكن أن نجد المدن الساحلية الخارجية اللامعة في نهاية القرن غير موجودة من الأساس يعني ده تقرير صحفي من الجارديان لازم أقوله لأنه ده الناس بيتكلموا كلام خطير وأنا أستشعر الخاطر هي بنتاج نتاج ما جرى نتاج ما جرى من انهاكل البيئة زي ما قلت في غابات الأمازون بحرائق وغابات الأمازون دي كان فيه في 2019 كنا فيه قمة مجموعة الدول السبعة جي سيفن في فرنسا وحصل خناعة كبيرة جدا بين الرئيس الفرنسي ورئيس البرازيل الرئيس الفرنسي ماكرون بيتهم الرئيس البرازيل لأنه ساكت عن حرائق الأمازون لأنه يعني على مزاجه يعني لأنه بيزرعه فول صوية وبيقطعوا الأشجار وبيعملوا حرائق نتيجة يعني حرائق مقصودة فالرئة أكبر رئة في العالم هي رئة غابات الأمازون اللي بيحصل فيها النهاردة عملية انتهاك صارخ لما تبقى من أكسوجين في العالم ما تبقى من كربون في العالم الغابات الأمازون حتى لذلك الواحد بينزعج عندما يرى شجرة مقطوعة من يقطع شجرة ده بيمثل مزيد من الإنهاك للمناخ وكأنه بيضع ملح في الجرح اللي بيقطع شجرة بيحط ملح في جرح المناخ العالمي والله أرى اللي بيقطع شجرة وكأنه فيه جرح اسم جرح المناخ بيتحط فيه ملح فاحنا يعني رفقا بالمناخ لأن المناخ هو المكان اللي احنا بنعيش فيه وولادنا وأحفادنا هيعيش فيه أنا شايف الصورة تبدو سودوية لأنه العالم كل واحد بيضرع مصلحته ومصلحة ذاتية بتأتي على المصلحة العامة للكر الأرضية وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وأعتقد ما يجري في جلاسكو بيؤكد هذا من ضمن النتائج المباشرة لارتفاع درجات الحرارة والتغارات المناخية والحرائق أدت إلى انخفاض المنتوج من الحبوب أهو أول حاجة مباشرة على جيبك انت يا مواطن وعلى جيبي هو ارتفاع أسعار القمح الروسي مدفوعا بنموط طلب خاصة من مصر أكبر دولة ومستوردة للقمح في العالم وصل سعره ارتفع أربع مرات خلال الفترة الماضية وصل سعر طن القمح الروسي لـ 317 دولار ده نتيجة ايه؟ هو القمح الروس سعره زاد ليه قدام حضرتكوه؟ ليه زاد سعر القمح الروسي؟ ده اهو ارتفاع القمح الروسي مدفوعا بنموط طلب في مصر والتضخم العالمي القمح الروسي والقمح الامريكي والقمح اللي جاي من باقي دول العالم خلال نوفمبر كله تراجعت صدرات القمح الروسي 31% منذ بداية مسم التسويق 21-22 لأسباب منها ضريبة فرضتها موسكو على الصدرات دي حاجة علشان تحافظ على المنتوج لاستلاك المحل فيه أزمة ما أثر علينا طبعا ما أثر علينا يعني انا هجدب وقول مش أثر طبعا ما أثر دولة زي مصر تستورد 45% من قمحة تستورد نص تقريبا خلينا عشان من تقول نص أكلي أي ما قيد على خمس ترغيفة منهم 2.5 جاي من برا طيب برا فيه عصير وفيه فيضانات وفيه انتاج باز هأكلوا نفسهم الأول احتياجاتهم ولا أكلوني هي دي المشكلة برضو عشان نبقى احنا عارفين انه الكلام شكله مش لطيف كلام شكله مش مبهج وأنا بقول دايما يعني أنا من أصحاب نظرية الحقائق المزعجة وليست الأكاديب المريحة احنا ممكن نقول يعني ليس في الإمكان أبدع من مكانه وكله تمام وما فيش مشكلة لا فيه مشكلة لابد ان احنا نواجه هذه المشاكل أول خطوة في المواجهة هي الوعي المعرفة نعرف الموضوع وبعدين الخبراء يفكروا بس احنا نبقى عارفين ما بقاش قاعد ما تحوق علي لما يجي أنا مش بكلم والله حد يقول لي انت بتلفوا الدور عشان تقول لي طب رأس وانا الأسعار بتاعت أهلي يعني أنا مش فاهم يعني لأنه في ناس باحدة للصفاء اه انتوا تكلموا عشان الأسعار الأسعار العالمية زاكت انا بقول بلى ربع شهور عمالها هاتي وقدم في ملطة بقول يا جماعة انتبهوا ان فيه أزمة عالمية في الغزاء ليه عشان الفيضانات اللي انت شفتوها والأعاصير اللي انت شفتوها والتغير المناخل ارتفاع درجة الحرارة ادى الى فساد وضمار زراعات فالانتاج قال لي فالأسعار زادت هتأثر علينا عحيانا منستورة بس ده ده بقتصار ده بنعمل ايه انا مش دوري اقول نعمل ايه الدولة شغالة النهاردة وامبارح اعتقد وزير التموين بيتل لما عمال يقول ان احنا عندنا الكميات موجودة وبيعيد الناس ان ان شاء الله مش هيحصل ازمة في توافر السنة لكن الاسعار زادت غزبنا عنه زادت غزبنا عننا كلنا برا يعني انا انا يعني مش حابب ان انا اعود اتكلم في الموضوع كتير حتى لا ابدو مبررا او مبرراتي انا مش دي شغلتي انا بنقل لحضراتكم معلومات واخبار وتقارير وتحليلات دقيقة مش انا اللي بعمله لكن في نفس الوقت انا يعني ازعب ان انا بقدر افهم الامر واقولوا لحضراتكم بشكل او باخر حتى تكونوا على بينا مما هو قادم هو قناة المناخ دي حاجة مش لذيذة جدا حاجة يعني تشعر لواحد فينا بالاختناق مما يجري حوله لكن في كل الاحوال اتمنى انه العالم ينجح في انه يقود يعني المشهد المناخي الى ما نسميه مرفع الامن المناخي وخلينا كلنا نتحول الى ناس تفكير اخضر بتعبيرات خضراء ايا كان الوضع ايه لون ماسك اللي هو اغنى اغنى رجل في العالم عند 311 مليار مليار دولار حد من الامم المتحدة قال له يعني لو انت اتبرعت ب6-7 مليار هتنقذ الناس من الجوء ده محضراتكم حصل دي بيت او جدل بين اللي هو المسك رد عليه قال له يعني 6 مليار بتوعي هم هنقذه الجوع او يقال له جوع فالتاني قال له اه قال له انا انا ممكن اتبرع بسرويتي كلها 311 مليار دولار بشرط ايه هو الشرط وده برضو ياخدنا المنطقة تاني قال له على الهواء مباشرة يكون مصادر او مصارف الانفاق تكون شفافة يعني بيتهم الامم المتحدة او بيتهم المنظمات الدولية ان هي بتنفق دون حوكمة او دون شفافية او يعني بالبلدي ومن الاخر يعني في فساد فإيلون ماسك بيقول انا ما عنديش مانع ان نتبرع بهذه المليارات من اجل القضاء على مشكلة الجوع في العالم بشرط ان انا شوف هذه الاموال بشفافية ووضوح وحوكمة رد الراجل اللي قال له احنا عندنا سيستم وعندنا نظام للحوكمة وغيره 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 ده كان دي بيت بس على هامش ما يدور من نقاشات حول هذا الامر خلينا ولحضراتكم انه النهاردة فيه مناورات مصرية امريكية او تدريبات عابرة بالقطاع او بالنطاق الاسطول الجنوبي ده بيرجعني كنت من حول اسبوع بتكلم على شمولية التدريبات والمناورات مع اكتر من مدرسة عسكرية النهاردة قدام حضراتكم قاتل بحرية المصرية والامريكية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الاسطول الجنوب ونطاق الاسطول الجنوبي طبعا ما عندنا اسطولين عندنا اسطول شمالي في البحر المتوسط اسطول الجنوبي في البحر الاحمر اسطول الشمالي بيحمي المقدرات الاقتصادية وحدود شرق المتوسط والمنطقة الشمالية كلها والاسطول الجنوبي بيحمي قناة سويس ملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتدريبات المتتالية مع الأسطول الفرنسي ثم الأسباني الإيطالي النهاردة الأمريكي فتحية إلى قواتنا المسلحة أيضا النهاردة كان فيه مشاورات سياسية بين مصر وقبرص حول قضايا عديدة ومنها قريط صد النهضة والأوضاع في الإقليم بشكل عام ده كان في مقهر وزارة خارجية وكان الجانب المصري مساعد وزارة خارجية للشؤون الأوروبية السفير الدكتور بدر عبد العاطي هو اللي كان رئيس الوفد المصري وأيضا سكرتير الدائم للوزارة الخارجية القبرصية وحضر مجموعة من المساعد ونواب وزير الخارجية المصري وفدين من البلدين والعلاقات المصرية القبرصية يعني علاقات طبعا فيها نوع من الخصوصية في إطار التحالف إنجاز التعبير بيننا وبين قبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط خلينا روح بقى إلى يعني آخر ما تبقى من ملفة عندي ملفات كتير بس ده آخر حاجة تقريبا تبقى للوقت في مجموعة من نواب الكونجلس الأمريكي على رأسهم باتريك ليهي ومجموعته دول في كل سنة في نفس التوقيت يبدأوا يعملوا بقى إيه عمليات حركات وتحركات كده مشبوهة داخل الكونجلس الأمريكي بتكلموا عن مصر وعن حقوق الإنسان في مصر وعن المعونة الأمريكية وعن المعونة العسكرية وعن كذا وربط مش عارف إيه بإيه والكلام اللي انتو عارفين أنا بقول لباتك ليهي وبقول لناس في الكونجلس الأمريكي ورسالة إلى النواب الكونجلس الأمريكي وإيه العاملين في المشرعين الأمريكيين أعتقد إنه الوضع في مصر تجاوز كل الكلام اللي بتقوله وكل الكلام اللي بيجيلكم وكل التقاري بيجيلكم الوضع الحقوقي في مصر بات الآن يحتاج إلى إعادة نظر من الجميع لأنه ما يصل إليكم ما يصل إليكم من تقارير مغلوطة مسمومة موبوءة وإنتم بتكونوا أسرة لها واتطلعوا أي تصريحات وأي كلام بقول إنه مصر التي أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضية مصر التي قام رئيسها بيه وقف العمل بحالة الطوارئ بشكل كان مثير للجميع ومفاجئ لأشد المتفاعلين لما يكن يتوقع هذا مصر اللي قامت بإغلاق ربع سجونها وإعادة تأهيل السجون بما يتلاءم مع حقوق الإنسان مصر اللي أفراجت عن الكثير عشرات من السجناء خلال المرحلة الماضية لا لشيء إلا أنه محتاجين نحن ندعم وندمج هؤلاء في المجتمع بشكل يعني يحقق الكثير من اللحمة الاجتماعية مصر مش محتاجة حد يعلمها حقوق الإنسان ولا مبادئ حقوق الإنسان وإن كنا بنستمع بنتحاور بنتناقش عندنا مفاوضية دائمة عندنا مجلس قومي لحقوق الإنسان عندنا مشرعين عندنا صحافة عندنا إعلام بنتكلم فأنا بقول لباترك له وبقول للناس اللي معاه عيب وما يصحش وخطأ قانوني وخطأ سياسي أيضا هم دول النواب اللي عاملين فيها يعني حماه لهؤلاء المشبوهين بقول تاني مصر أولى منكم بالدفاع عن حقوق أبناء ومصر أصدق منكم وأنبل منكم في الدفاع عن حقوق المصريين في كل مكان وكل من يعيش على أرض مصر لكن هم كانوا بيدفعوا عن واحد أو عايزين مدفوعين بواحد اسمه حسين مهدي واحد مش عايز يعني هو ده شيل الصورة ده أن الصورة كريهة كريهة جدا جدا ده واحد قاعد فيه ألينويتا أمريكا عايز لجوء سياسي وبيقول أن أهلي ولاد عمي وهنا متبهدلين وغيره هاتوا يا براه هاتوا تاني ماشي هو ده الزبون اللي بيتكلم على الحقوق والحريات وبيقول أهلي في مصر متبهدلين من بعدي وأنا فعلا الناس يعني أهلك إن كان لهم إنهم ما يتبهدلوا وفق للقانون عنهم ما رأفوش ربوك ده رقم واحد لكن أعتقد إن إحنا دولة قانون وأعتقد إنه بتبحث عن أوصياء للدفاع عن ما تعتقد إنه هو حقك أعتقد إنه الغريبة الولد مهدي دوت ده واحد نصاب الولد ده نصاب وحرامي لأنه نصب على مين نصب على أهل الشهر وقعوا في بعض الاثنين والظلمة مع بعض بخلاص وبعض هو الإخوان كانوا بيجهزوه علشان يبقى الراجل بتاحهم في أمريكا ويعمل دوشة حواليه وبيطلع ناشط في مجالات على وسائل تواصل الاجتماعي ويتكلم إلى آخير لكن لم منهم العيال اللي هم كانوا مطاردين من تركيا معدين بقى وصحفيين وإعلاميين والعيال المرتزقة المتركيات تمشيهم تواصل معهم وخد من كل واحد فيهم كم دولار يبني ألف دولار ولا مئة دولار يعني خد منهم مبالغ حولوا هالو ونصب عليهم جميعا وكلهم دلوقتي بيلعنوا صاحبنا مهدي فأنا بتقول بتقول الكونجريس عايزين نتحركوا عشان قاطر واحد حرامي أو واحد نصاب نصب على الإخوان وهم يعني الاثنين يعني أسوأ من بعض في كل أحوالنا والله هذه الأمور يعني أعتقد يعني كريهة حتى وحنا بنتكلم عليها أيضا محمد صلاح سلطان بيقول أنه بكرة بقى عايزين نعمل يوم لحقوق الإنسان في مصر من خلال مبادرة الحرية اللي هو رئيس المنظمة بتاعتها بكرة عايزين نعملوا وقفة أو يعملوا مناسبة يعني من ستة ونص إلى تمانية ونص فهو بيقول أنه حقوق الإنسان في مصر مهضر نفس الكلام الناس دي ما بتزهقش والناس دي ما بتكسفش من نفسها والناس دي ما عندهمش حتى اخجل يا أخي تبص في المرأة نفسك وهتلاقي نفسك كذاب تعال بقى شوف سامي كمال الدين بيقول اختلف بعض أفراد جماعة الإخوان مع بعضهم البعض أخرجوا أسوأ ما فيهم تسريبات لبعضهم البعض اهو اتهمات بالعمالة والتخابر اتهمات بالسرقة والتزوير والتدليس اتهمات بالبعض بالكذا وكذا يقول الشيخ حسن البنة هو بيقول يعني نفسكم هي الميدان الأول اذا استطعتم عليها كنتم على غيرها أخدر يعني يعني سامي بينصح الإخوان ونسي أن ينصح نفسه عمرو عبدالهادي بيقول الى متابعيني هيعرف الى متابعني هيعرف اني من 2017 فعليا وبعد دراسة مستفيدة ان المعارضة برة أصبحت تجارة المعارضة برة أصبحت ايه تجارة وكله تكشف وكله اتفضح وكله بان اعتقد ان الوقت انتهى ولم يبقى الا ان ندعو للكرة الأرضية بالسلام والمناخ وامن المناخ انه هو ربنا يحقق ما نصبه اليه جميعا ويوفق قادة وزمال العالم في جالاسكو في اسكتلندا الى ما فيه خير الكرة الأرضية دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة